طبعا احنا رح نرجع للموضوع حلقتنا عزائي المشاهدين ورح نحكي عن موضوع الطاقة السلبية الشكوى التدمر كيف بتأثر على صحتنا النفسية كيف الشخص بسحب طاقتنا وهو ما بعرف انه مشاركته لمشاكله او تدمره الدائم بأثر على صحة الصحة النفسية لكل الناس اللي حواليه وخصوصا انه احنا اليوم بظرف استثنائي وكلنا مضغطين للحديث اكتر رح يكون معنا ضيفتنا امربيل ميبل حمال انا اسفة معرفة قرية الاسلامية لا عادي يعني عشان نحكي اكترى صباح الخير صباح الخير صباح الحمد لله كيفكم انتم تمام الحمد لله ميبل يعني تعرفي نحنا في بعض الاشخاص بحبوا يلعبوا دور الضحية في بعض الاشخاص جد بتيجيهم هذه الذبذبات السلبية من اشخاص السلبية وفيه اشخاص بتكون القيامة قائمة عندهم ومولعوا حالتها حالة خلينا نحكي ولكن خلص مستمرين بالاجرابية مستمرين بان الحياة بدها تمشي وما بيلعبوا بهذا الدور وبالعكس بنجحوا بعيدا عن السلبية وبعيدا عن الضحية وبعيدا عن انه مش عارف شو بدي اعمل الناس كلها ضدي 100% بالبداية يعني هيا تعد نوع من الشكوة اللي بنا نحكي عنه اليوم يعني ما رح نحكي انه هي مرض او بنا نحكي انه اتراب نفسي هي بنا نحكي هي ظاهرة صرنا نلاحظها دايما وخصوصا اخر فترة بعد جائحة كورونا الكل صار كل ما تعدي مع محور الحديث زي الثقافة صارت انه كل محور حديثنا بكون انه عم بشكي عم بشكي عم بشكي فهي طريقة انه ننفس عن مشاعرنا عن ضغوطنا عن عواطفنا بس الطريقة المستخدمها بتكون فيها خلل ولمين عم نشكي كمان هاي كتير مهمة وكيف عم ندير على العواطف هاي هي الاهم فمنلاحظ انه في دايما سمات للاشخاص اللي بشكوا بس بدنا نركز انه هاد اشي طبيعي يعني ما بدنا نوعد نطلع على الناس انه انتو فيكم وسمة لأ انتو بتشكي معناتو انت غلط معناتو انت غلط ممكن انا عادي امر بيوم الايام بيوم ضغط قرنع صديقتي انه اشكي لها بس اللي زائد عن الحد ولي بتكون ردود افعالهم دايما مبالغ فيها والقلوم على الاخرين وبلعب ودور الضحية زي ما قلتي هون في خلل شوي بالموضوع طيب شو الاسباب هلا يعني واحد من اهم الاسباب هي تنشئ الاسرية رح نحكيها بنوعين اول نوع التنشئ الاسرية اللي كانت قامعة لأول التعبير عن المشاعر يعني البنت لما كانت تلعب على البسكليت وقعت ايجت امها صارت تبكي والطب طب عليها لا يا واما لا تبكي لا تزعلي زي بتعزز انه عبري عن المشاعر اما الولد لما وقع ابو ايجت صار يحكي له لأ ما تبكي انت زلمي زي كأنك بتحكي له انت مش انسان ممنوع تعبر عن مشاعر رجل اهلي بالضبط فهونا عندنا لما كبر هذا الصغير وصار بده يعبر عن مشاعره وهو ما بيعرف يعبر لأحدا عنده الاحتواء والامان وشخص المناسب اللي يساعدوا يطلع هاي المشاعر فصار يمكن يصير في عنده افراط في المبالغة بالتعبير فيعتبر نوع من الشكوى النوع الثاني اللي كانوا ببيئة كلها من نوع اللي الام دائما بتشكل او دائما بتشكل عم يعني هيك البيئة الحوالي فتعلم بالنمذجة تمام تاني اشي التنفيذ او التفريغ الانفعالي فيه ناس كتير بيستخدموا الشكوى يعني داما كل ما يعدوا مع حدا عشان يضلوا يشكوا يشكوا هدول الناس منلاقي عندهم مشكلة انه تعرضوا لصدمات عاطفية لانخذال احباط بحياتهم اه جيين بهذا الموضوع وبيكونوا اهم شغلة انه هم عم بيدوروا على مشاعر معينة مفتقدينها اهمها هي جذب الاهتمام سواء الاحتواء كل واحد له فردية يعني بيختلف بالمشاعر اللي بطلبها فاذا انا لقيت بالانسان اللي مقابلي هاي المشاعر عم بيعطيني ايها رح تستمر الدائرة معي بس ما يبلهم طريقين مختلفين اليوم انا لما بدي اشارك مشكلتي مع زميلتي او مع صديقتي او مع والدتي لإيجاد الحلول او ممكن اقترح حل وحدا يحكي لي قال حل صحيح او لا لكن احنا اليوم نحكي عن التدمر والشكوى المستمر ورفض الانسان للواقع قدي بيستهلك من حاله ومن طاقته ومن وقته بانه طول الوقت عم بشكي طول الوقت عم بشكي وخصصا اليوم فيه كتب خطيرة اللي هي لا تغضب ولا تحزن هي عقارة عن كبت المشاعد مية بالمية هنا الانسان ينفس بس اليوم الشكوى والتدمر الدائم اللي دائما علصانه ليه انا ربنا عامل معي هيك ليه انا بس بصير معاي هيك ليه انا مش موفق بشغلي ليه انا اليوم غلطت بالامتحان ليه انا ما جبت على احنا بنحكي عن هذا النوع بالذات بالذات هذا النوع هم ما بيدوروا على حل المشكلة هم بيجوا بتذمروا لك وبشكولك هدفا للتعاطف فقط يعني لا تعتقدي ولا للحظة انه هو يعني بشكي لك عشان بالاخر تحكي له والله في حل واحد ينين تلاتي لا هو ما بده هذا الحل هو بس بده ياك تسمعين هو بس بده هذا الاهتمام بده هذا العطف والحنان والاحتواء والتعاطف ما بدهم الحلول وهدول منسميهم احنا المشتكيين لا يريدون المساعدة لانه فيه انواع للمشتكيين فبس نكمل بالاسباب كمان فيه من اهم الاسباب الغيرة او المقارنة بين شخص وشخص بتلاقي فيه ناس كتير يصير يحكوا فلانة عندها وانا ما عندي فلانة عنده وصر شو بصير يقارنوا حلهم بالاخرين وهو عدم تقبل للواقع وعدم رضا وكمان منفوت بظاهرة احنا يمكن منتشر شوي مجتمعنا الحسد نصير نحكي احنا محسودين عشان هيك عم بيصير معنا ومضل نلقي اللوم على الاخرين وهي بيكون من كنزمات الدفاع النفسي هون بتكون عنا عالية كتير فمنصير دائما نلوم الاخرين نلقي الدم عليهم انه هم من السبب هم من السبب هم من السبب عنا اشي كتير مهم كمان الاسقاط اللي هي بيكون عنا سمات احنا مش مقبولة اجتماعيا نصير نسقطها على الاخرين مثل اصير انا بكون عم بخون زوجتي او روح اضل احكي لها انتي بتخونيني او مثلا انتي بتكذبي او انتي مثلا نسقط المشاعر تاعتنا او السماء المرفوضة عليها كمان اهم اشي فيه نوع من الانواعها دول جدا يعني مؤذيين الابتزاز العاطفي بدنا نحكي وهي بتكون من ضمن نوع اتراب الشخصية الهستيرية بتلعبوا بعواطفنا ومشاعرنا بلعبوا دور الضحية بصير يتلعبوا بعواطفك ومشاعرك بهدف انه بس يجذبوا انتباهك ما بدهم اشي اكتر من هيك وهنا بنشوف انه شو الشخصيات الاكتر ميولا انها تشكي زي حكينا الشخصية الهستيرية هلا حكينا عنها عن اللي عندهم لو سلف استيم نظرة دونية للذات كمان وكل الثقة بالنفس بتلاقي داما بقارن حالهم بالاخرين صحي واللي ما عندهم صلابة نفسية قوية بتلاقي ما عندهم مرونة بالتفكير بتلاقي دائما بيصيروا ينظروا للدنيا النظرة السوداوية وما في حلول وخصوصا الشخصيات السلبية العدائية اللي بتنظر للدنيا انه ما في حل والقاء اللهم على الآخرين ومقارنت نفسي وانا ما بقدر وخلصوا صلت لدرجة الاستسلام وما عندي اي اشي اعمله وخلصت شو بدي اعمل وشوفوا الوضع والوضع الاقتصادي الله سيوري حرب عليك اه بالزبط هيك بيكون هيك بتكون الدائرة هيك ردت فعلي هيك الدائرة بتكون الدائرة بتبلش انه انا مثلا ببلش كاث كيف حالك اليوم دابل بدأ احكيلك هان شغلة صارت معي فكاثي بتطلع علي فتبلش تسمعني بتكونك مصغية فاعلة مبتسمة بتسمعني للنهاية بالظلط والآي كونتاك بتبلش تسمعني للنهاية بعدين بتحكيلي النصيحة انا ثانيون برجع بعيد نفس الدوار عرفتوا طب سريعا انا ما اضل معنا الدقيقة ونصف بدي استغلك هلأ حكينا عن الشخصية اللي دائما بتتشكوا طب هلأ الشخصية الايجابية يعني بيكون مثلا زوجك او زوجتك حدا معك زميل بالشغل طب هلأ انتي عم بتعطي ايجابية ودايما يعني مبتسمة وعاول الحياة وردي وهيك بس بتصالي لمرحلة في يوم من الايام انتي راح تخلص هذه الطاقة يوم من الايام راح تصيري تشوفي انه طب انا عم بجاهد لحالي ما حدا معي في ناس محظوظين يكون عندهم ام اخ صديق يشكون لهم ممكن يردوا يشحنوا لهم هذه الطاقة يردوا يرجعوا بس مرات بيكون احد افراد الاسرة مية بالمية احد الزوجين وهي هاي المشكلة مية بالمية هنا بدنا نعرف كتير كتير منيح انه اول اشي بدك تكون حذر بدك تعرف انه بيرك انت عم بتعطي منه بتعطي منه بتعطي منه راح يفضل فاذا ما اخذ بالمقابل ولا حتى شكرا لو اشي معنوي ما راح يرجع ينشحن بيرك فانت عم تستنزف عاطفيا وجسديا وراح توصل الى الاحتراق النفسي نصيحتي كونوا حاذرة عبري عن مشاعرك لما بدو يجي يحكي لك تعلمي مهارة تحكي لا اهم مهارة خلاص انا اليوم مش قادر اسمع اليوم انا دوري احكي حل ما ترجع تكرري النصيحة اللي انت بتكرريها دايما او ترجع تعملي الدائرة اللي حكينا عنها لانك هيك عم بتعزيز السلوك عنده انه يضلع بالشك والمستمر صحي وصغري الدائرة اذا كان هدول من افراد اسرتك حاولي انك انتي مثلا تواجههم لحدا مختص اذا ما قدرت تسيطري على الوضع ونفسيا اليك حاولي انك تتفرغي عن العواطف والمشاعر المكبوطة والغضب اللي عم بيصير عندك بطرق صحية سواء بنحكي تشتيت او الرياضة او انك تعبري بصوت عالي او بأي نوع مراجعة اخصائي نفسي مش شرط تكون انت لعندك المشكلة المرات انت بتفرغ الاخصائي من حدا تاني حواليك هذاك ما بساعدك ليحافظ على صحتك النفسية طبعا دائما نحكي زيما بنهتم بأكلنا وشربنا نفسي حتى نفسيتنا بيحاجر مية بالمية ما يبي الحمال انا بس بدي اكد على الجمهور معلومة بختصر فيها دائما كل المشاكل موضوع التدمر والسلبية المشكلة اللي ما الها حل هي مو مشكلة فما تعطيها من وقتك والمشكلة اللي الها حل مشكلة وانحلت مية بالمية هاي النصيحة دائما بنصحة للناس كل هالي حوالي عشان ما يستنفذوا طاقتهم فيه شخصية كتير مهمة لازم نحكي عنها في اخر لقاءنا قبل ما نوضعك الشخصية اللي بتنتقد الناس وتحكي عن الشخص سلبي هي الشخصية هي صحة التدمر والسلبية فمشكرك كما يبيل على كل المعلومات عفوا اهلا وسهلا فيكم بحلقات قادمة وان شاء الله كل المشاهد يكونون استفادوا من هاي الفقرة